حصد طالب محمود عاطف عبد الحميد بكلية الدكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ على المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة التي تقيمها إحدى الشركات التكنولوجية العالمية سنوياً بالصين المسابقة شارك فيها أربع فرق مصرية وما يزيد عن ثلاثين فريقاً مكونين من تسعين طالباً وطالبة من دول القارات الأفريقية بعد منافسة شريسة من متصابقين من جميع أنحاء العالم تمكن الطالب محمود عاطف عبد الحميد بكلية الدكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ من حصد المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة التي تقيمها إحدى الشركات التكنولوجية العالمية سنوياً بالصين نحن نحتفل اليوم بحصول ابننا الطالب محمود عاطف بكلية الدكاء الاصطناعي مستوى الرابع على المركز الثالث في مصابقة هاول العالمية التي تقيمها بدولة الصين هذا يأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل وتدريب الطلاب ورعايتهم على أعلى مستوى وتأهيلهم ليكونوا منافسين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي هذا يأتي في ترتب جهات القادة السياسية بالاهتمام بالموهوبين والمبتكرين من طلاب الجامعات المصرية الاستعداد والتدريب الجيد للطالب تم برعاية جامعة كفر الشيخ التي حرص رئيسها على تكريم الطالب لما حققه من إنجازاً عالمياً في المسابقة العالمية وقد أبدى رئيس الجامعة حرص الجامعة على التشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة بكافة المصابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية شركتنا وتيمي في مصابقة هواوي ICT Competition 2022-2023 الحمد لله قدرتنا وتيمي نأخذ third prize على مستوى العالم باسم مصر من وسط تقريباً 746 فريق مشارك من 36 دولة على مستوى العالم ده طبعاً جاي بعد التصفيات كبيرة جداً على مستوى بيجلسوا وعلى مستوى الدولة نفسها أحب أشكر جمعيتي وكلتي طبعاً المسابقة التي شارك فيها أربع فرق مصرية وما يزيد عن 30 فريقاً مختلفاً مكونين من 90 طالب وطالبة من دول القارات الأفريقية تهدفوا إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وتطويرهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية وذلك من خلال استخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وغيرهم الكثير من المجالات